ربنا بيهتمنا قوي بالأشياء الصغيرة إيه هي الأشياء الصغيرة برضو غير اللي أنا قلته اللي ممكن يكون ربنا بيهتم بيها إحنا شايفينها في حياتنا صغيرة قوي شايفين إن الحاجة دي أنا مهما نعمل أنا ما قدمتش حاجة لكن عندي ربنا بتكون كبيرة قوي اللهم من محبيته للإنسان أصبح الإنسان موضع اهتمامه فاهتم بكل الأشياء الصغيرة في الإنسان زي شعر رأس يقول فحتى شعور رؤوسكم محصاة وكلمة محصاة في اللغة اليونانية معناها مرقمة هي عدد مرقمة يعني الشعر دي نمر واحد دي نمر اثنين دي نمر اثلاثة كمان اه ومرقمة لا تسقط بدون إرادة أبيكم تمام يعني لازم نيبعدين هذا الإيمان حاجة تانية عايزين نفرج ما بين الأصاغر والصغائر اه ايه الفرق بين الأصاغر بتتكلم عن الأشياء والأشخاص الأشياء من جهة إن كانت ممكن تكون صغيرة أو الأشخاص اللي هما صغار في السن يعني سواء الحجم أو السن ودي مفردها أصغر ونلاحظ إن في القدس مثلا نقول إيه الناظر إلى المتواضعات هذا من ضمن المتواضعات الصغائر من جهة الخطايا من جهة الهفوات من جهة الشهوات ودي بالنسبة للحجة الصغيرة ومفردها برضو صغيرة ولذلك نلاحظ مثلا من ضمن الأصاغر مقلع داوت صحيح وحصوات داوت اللي ما يجا في جدام جليات الجبار وكل اللي يمتلكه المقلع والحصى أو مثلا عصى موسى يعني عصية موسى مش مجرد قطعة خشب المهم في إيد مين العصى دي مين اللي ما سكها دا وربنا هيعمل بها معجزات أو الملح برغم إن الملح دا حاجة زهيدة ورخيصة وممكن يكون يعني تمن وبسيط لكن ما يجدرش نستغنى عن الملح دا والملح يدوب ربما يعني نشعر به في مذاقه فربنا بيهتم بالملح ربنا بيهتم مثلا بفلسية الأرمالة وامتدحها ربنا اهتم بإنه داود النبي الفتى الصغير دا أو بجدعون أو مثلا نلاحظ في قصة إيلية وصرف السيد أو مثلا قصة الزيت والدقيق زي ربنا برضو نظر إلى هذا الكوز وهذا الكوار العصفير الصغير العصفير الصغير اللي برغم يعني ممكن يكون تمن وبردو زهيد وممكن كان يباع وفي واحد ربما ينسى من البائع والمشتري لكن رغم ذلك هو لقيمة عند ربنا فالله بيهتم بكل تفاصيل في حياتنا اشتركوا في القناة